اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الحوارية النهاردة بنتكلم فيها عن الاقتصاد بنتكلم فيها عن الاستثمار بنتكلم فيها عن صدرات بنتكلم فيها على التوجهات الاقتصادية والملف الاقتصادي اللي هو الملف الاولى بالرعاية على مستوى القائد السياسية على مستوى الحكومة على مستوى منظمات الاعمال على مستوى المواطن في الأسواق في البيوت في الشارع الكل لا حديث له إلا عن الاقتصاد ومشاكل الاقتصاد والأزمات الاقتصادية والأسعار لكن دعونا ننظر بعينين عين بننظر فيها الاقتصاد الكلي والمؤشرات والدولة متحركة نسبة النمو نسبة الصدرات والعجز في الميزان التجاري والناتج المحلي الإجمالي المؤشرات الكلية والتضخم الكذا والبطالة الكذا دعين والعين الأخرى الماكرو والحاجات الجزئية بنتكلم فيها أيضا على المواطن والأسعار والأمور اللي بتشغل حياتنا اليومية لكن بعيدا عن هذا وزاك هناك حدث كبير يحدث فيه جنوب أفريقيا تكلمت عنه في الجزء الأول من الحلقة وهو تجمع باركسو اجتماعه في جنوب أفريقيا وهذا التجمع بيتكلم بلسان إنجاز التعبير لسان جنوبي مبين يعني أهل الجنوب كلهم بيتكلموا بلغة مفهومة لغة إن إحنا تعبنا كتير من البنك الدولي سندوق النقد الدولي القروض كلها لها فواتير سياسية غير فواتير الاقتصادية إحنا أنا لنا أن نخرج من بين فكي الدولار وهيمنة الدولار البحث عن نقليات أخرى عن عملة جديدة عن تعامل بالعملات المحلية في دول عايزة تخش منها مصر نعمل معها إيه والدولار هنعمل إيه والتعاون اللي بيننا إيه ربما ما يجري في جنوب وفريقيا يمثل سفينة نوح لإقتصاد العالم اللي في الجنوب اللي بيئن من ظلم من هم متواجدون في الغرب والشمال دعوني أرحب بضيفي الدكتور سمر صبري مقار لجنة الإسمار الخاص المحلي والأجنابي بالمحور الإقتصادي بالحوار وطني دكتور سمر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خلينا أدخل في الموضوع على طول ويعني أنا اتكلمت في مقدمة يعني ربما تكون فيها نوع من الابتساع على مستوى مصر في الداخل والخارج لكيف ترى الصورة الآن فيما يجري في جنوب أفريقيا أولا وبعد نخش على مصر طيب دي بداية مهمة جدا ما يحدث في جنوب أفريقيا واجتماع بريكس طبعا حدث هيأثر في النظرية الاقتصادية للعالم كله حضرتك انت عارف النظام العالمي المالي والاقتصاد العالمي اللي احنا شغالين عليه منذ الحرب العالمية التانية والدول المنتصرة هي من وضعت ما نمشي عليه الآن حتى الآن وهيمنة الدولار كانت من نتاجها واتفاقية بريتن وودز وما نتاج عنها من المؤسسات الدولية البنك الدولي وصندوق النقد هل ما يحدث الآن هو تغير في هذه النظرية الاقتصادية للعالم أو هيمنة أمريكا والدول التابعة إليها على الاقتصاد العالمي في وجهة نظري هي بداية إرهاصات لذلك لسه ما وصلناش لده لكن ممكن يبقى في الطريق في الطريق لكن كتريت انه ما يجري بريكس هي المصمار في نعش بريتن وودز لا لسه طبعا لسه كتير لسبب واحد أن احتياطي احتياطي البنوك المركزية لدى هذه الدول ما زال في عملة الدولار يعني النهاردة دولة زي الصين هي أكبر مقرد للاقتصاد الأمريكي احتياطها من العملات فيه جزء كبير جدا بعملة أمريكية فهو لو قدى على الدولار هو بيدر نفسه يبقى زي ما الراجل اللي اخترع بريكس حتى قال انه ده كلام سخيف احنا ممكن نقلل من حد سيطرة الدولار بالتعامل جلال المحلي بالزبط وهنا ده بداية استفاقة للجنوب والدول التي خارجة عن الدول المنتصرة في الحرب العالمية التانية دي استفاقة ليه؟ هل أنا دني ملزم نفسي أتعامل مع الهند أتعامل مع الصين وأنا مصر مثلا لازم أربط نفسي دائما وأبدا في كل الترانز أكشن والتجارة الدولية ما بيننا إنه نرجع لعملة الدولار وأجيب دولار وأديله دولار وهو يديني دولار وهو بياخد مني منتجاتي هنا بس بداية الخروج نتعامل بعملات الدول ودي بدأت بالفعل بدأت بين مصر والهند على سبيل المثال وكانت بعد زيارة فخامة الرئيس إلى دولة الهند تم التوقيع على اتفاقية للتبادل التجاري بالعملات المحلية دي بدايات والأمريكان مقدروش يتكلمه هنا لأن أنا عندي أنواع كثيرة من التجارة الدولية ممكن أعمل سواب ممكن أدي بضاعة وتقيم بالدولار وأخد أصادها بضاعة النهاردة روسيا قالت كلمة في هذا الاجتماع بوتين وطلع على طول أمريكا ردت عليه فورا والنهاردة كل وكالات الأنباء في العالم بتتابع هذه أبسميها بداية الحرب التجارية الحقيقية إحنا كنا دايما نقول هناك حرب تجارية ما بين الصين وأمريكا الحرب بتشتد أحيانا وتقل أحيانا بفرض عقوبات ببعض رسوم الإغراج بعض رسوم الصادر الجمارك هي دي التولز بتاعة أي دولة في الحرب التجارية النهاردة لأ الموضوع بقى علن أنه تحد طالع بيتكلم أنا هدي لدول أفريقيا الحبوب والغذاء بدون مقابل هو ما قالش بدون دولار أنا مش عايز أخد منهم حاجة هاخد موارد ممكن أخد أصادها خمات من هذه الدول وده اللي بدأ يتم فطلع المتحدث في البيت الأبيض وقال إن ما يتحدث عنه الرئيس بوتين أحلام لا يجب الاستغناء عن عملة الدولار ولا يستطيع أحد أن يتعامل خارج عملة الدولار لتقييم المنتجات في العالم طيب إحنا كمصر موقفنا إيه من ده؟ إحنا متقدمين السعودية متقدمة لده عشان في ناس برضو 23 دول متقدمة بتكلم في الدول العربية إحنا ثلاث دول إمارات السعودية ومصر والجزائر أربع دول متقدمين أنا بتكلم حتى في الاقتصادات الكبيرة يعني فإذن إذن اللي بيحصل في العالم هو بعض التغير في المشهد الاقتصادي الخروج من عبائة السيطرة الأمريكية والهيمنة الأمريكية وخديعة الدولار منذ صدمة نيكسون في الاقتصاد ولما قال للناس مفيش غطاء ده طبعا فدي طبعا بتتأخر شوية بس دايما أنا أقول حاجة ما كان يحدث في الستينات والخمسينات كان ممكن كل حاجة تاخد عشر وخمستاشر سنة عشان يحصل تغير كبير الناس تاخد بالها منه النهاردة لا النهاردة ممكن القرار تأثيراته وتغيره في المشهد الدولي بتكون سريعة جدا زي ما حدث في حرب روسيا وإوكرانيا تاني يوم الحرب تاني يوم كل الأرقام اختلفت برصات السلع الغذائية تغيرت برصة الدهب برصة البترول إذن إحنا كدولة من الاقتصادات الناشئة دولة الحمد لله رب العالمين يعني رغم كل ما يقال عنا إحنا في موقف لا نحصد عليه لإن إحنا عملنا بنية تحتية في وقت نحصد عليه ولا نحصد عليه لا نحصد عليه نحصد عليه طبعا ده أنا بقول يا رب ما حدش حسدنا عليه يعني إحنا عملنا بنية للدولة المصرية إحنا في وقت مش حسدنا حسدنا عليه هيقصوه هقولك شايفين بيقولوا إيه والناس تعبنا إيه إيه أشرح لي بقى أشرح بقى أشرح فان يعني إنت تقول إحنا في وقت طبعا وضع محترم إنت كيف كراجل بتاع الاقتصاد طبعا 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 أقول لحضرتك إزاي حضرتك لما يكون عندك شركة أو دولة أو أسرة خارجة من هزة ضخمة جدا لأي سبب أنا لا أتحدث سياسة هنا في 2011 حصلت هزة ضخمة تضرب أصول هذه الدولة دخل عندك إرهاب وا 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 لا تقولي اقتصاد ولا استثمار ولا استخراج نفط ولا زراعة كل حاجة أسرح كل وقف كل وقف على ما قدرنا نخرج من ده مرنا بعصور وسنوات سودة وعارفينها كلنا وما حدث فيها لما بدأنا نستفيق من الإرهاب ومن خلافه كانت الدولة المصرية عندك كل الخدمات غير مؤهلة لا تستطيع استقبال أي مستثمر لا محلي ولا أجنبي عندكش طاقة ما عندكش كهرباء احنا ما كناش منشوف الكهرباء دي تماما للمنازل ما بلك المصانع واوة يجي حد النار دي قولي فين الأولويات كانوا بدأوا بالصناعة أبدأ بالصناعة ايه وانا كان عندي حاجة عامل عليها مصنع انا اللي كان عندي طريق ولا مينة ولا كهرباء ولا مزوت ولا غاز ما فيش أي حاجة لمقاومات قامل صناعة فلما في هذه التمن سنوات تبني دولة جديدة تقدر تعمل بنية تحتية وإنفرستركشر بقيت تسوق وتروج لها كل العالم شايف مصر كويس قوي تقدر تعمل وجهات سياحية جديدة يعني مصر اللي بقى لها ألاف السنين فيها مناطق ما كانش حد يعرف يروحها فيها ألغام فيها مناطق مهجورة بالكلية أصبحت دستنيشن جديد في السياحة دا استثمار دا تشغيل دا فرص عمل هتقول لي بقى طب والغلا واوة أيوة أنا مع حضرتك لما يجي جائحة زي كورونا بعدها الحرب بعدها مشكلة سلاسل الإمداد في العالم الاقتصادات العالمية كلها بتئن في اقتصادات دول كبرى النهاردة المواطن البريطاني عنده نفس الشعور وأنا بكلم حضرتك وأنا ما بين هذه الدول وعندنا استثمارات فيها بيئن تماما من الغلاء من سعر الغاز فطورة الكهرباء في دول أوروبا مضروبة فأربعة يعني لو بيدفع مئة يورو في الشهر كهرباء بيدفع 400 يورو فأنا النهاردة كدولة زي مصر اللي بنيته ده وإحنا يعني دكتور السمير معلش أنا وقتاك شوية حاجات كده شعبهو يتحملني لما احنا نتكلم في هذه الأمور ليه ليه الناس بتشتمنى يعني مثل ما أقول أنه الأسعار في بريطانيا زالت أربع مرات للغاز طبعا أو أسعار الغازية أو اللحوم زالت كذا أو 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 فأنا بحاول أقول للناس في مصر أنه يا جماعة الأزمة عالمية طبعا ومشي إحنا بس اللي مقزومين ده فيه ناس مقزومة تاني وبنجلب لهم ليه بقى في فصيل من النعرقين أنا آسف جدا يعني في تعبير ليه بيشتمون على طول يعني هاخدوا كلامك ده هقطعوه وبكرة هتشوف هيحصل لك إيه إيه بقى والله هقول لحضرتك حاجة أنا بقعد مع الناس كتير وبنشتغل ومعانا موظفين من كل الكاتجورية يعني من كل الفئات بتاعت الشعب بنسمع الردود وبكل أنواح حضرتك هل تعتقد يعني هل تعتقد أن فيه فصيل معين بعين واللي بيشتم حضرتك وممكن بيشتمني بكرة وخد تصريحات كنا بنتكلم في الحوار الوطني يكتزئها ويعمل عليها موضوع كبير صحيح هل الناس دي أصلا حب البلد دي عايز الخير لمصر يعني أنا بكلم المواطن النهار ده أنا لما اصح الصبح أفتح على السوشيال ميديا ألاقي واحد بيتكلم وكله سعادة إن مصر هتفلس طب أنت كمصري بلدي هل الإنسان ده أنت بعد النهار ده تقدر تسمعه تاني ده لازم أكرهه والله لو اختفقت أو اختلفت ده واحد بيكره بلدي واحد بيكره البلد اللي أنا عايش فيها وهو مش عايش فيها ولا فرق معاه فاللي عايز أقول لحضرك يجي مواطن تاني عنده جهل ده نعذره بيا إن من الغلاء إحنا معاه ونقوله فعلا فيه ضغوط اقتصادية بس نوضح بقى في الإعلام الضغوط دي مش على مصر بس ومش لسبب أخطاء وإن كان مفيش حد كامل يعني سياسات الدولة والحكومة ماشي على طريق وليها استراتيجية الإطار العام والاستراتيجية العام كلنا متفقين علينا نازم نتقيم هناك بعض الأمور اللي محتاجة تقليمه هناك بعض الإخفاقات ما فيش حد يقدر تكلم فيه خالص احنا مش عامل ملائكي احنا بشر ولكن كان في المياه النجاح أقول لحضرك مثال بسيط أحد الأصدقاء دائما يشتكي ودائما ضده عنده فلسفته وهو مش تبع أي فصيل وهو مش سياسي مش مسيس رحنا مشوار بالسيارة إلى مدينة بعيدة جدا في مارسى عالم من الطرق بقى ماشي يقول لي تصدق أنا كنت غلط أنا بدعي للراجل اللي عمل الكلام ده قلت له ادعي للبلد الشعب اللي تحمل الناس اللي جاي الفترة والله يا نشأت بيه أنا بقول كلمة واحدة لو الناس عرفت إن بلدها بقت في مكان فعلاً وكل غيران احنا عندنا نوعين دلوقت في غيرة وفي حجب من أقرب الأقربون منطقة ملتهبة انت مفيش دولة جنبك كل الدول اللي على المحيط بتاعنا جنوباً وغرباً وشرقاً عندها مشاكل ضخمة يتمنوا بس يرجعوا للأمان طيب هنحل بقى المشكلات دي آه طبعاً النهاردة اللي اتعامل في البلد عشان كده بقول لحضرتك ده حاجة محترمة جداً نبني عليه احنا عايزين روح الانتماء تاني هسألك سؤال صغير هل وضع مصر وأنا ما عشتش الأيام اللي هسألك عليها ولا حضرتك في 67 واللي كان في البلد دي هل احنا زيه ولا أسوأ ولا أفضل لو سألت اللي عاشه لو سألت التاريخ لو سألت الكتب هيقولك احنا النهاردة في الوضع اللي احنا فيه بكل التدعيات الاقتصادية احنا أفضل مليون مرة طب الشعب اللي في 67 قدر ينتصر في 73 ما يقدرش النهاردة يعمل عبور تاني وينتصر على هذه الأزمة الاقتصادية والحرب وخليني بقى أكلمك بصراحة أكتر احنا بنتعرض لضغوط اقتصادية مين قال ان مصر العالم كله يعني عايزها تقوم وتبقى دولة عظيمة في المنطقة ودولة اقتصادية ضخمة وصدراتنا توصل لمقاتل مليارات من الدولار لا طبعا انت عندك منافسة في كل شيء سواء المنافسة اقتصادية ده طبيعي بحكم الأمور انت بتنافس دول أخرى وبتنافس العالم في منتجك اللي بتبيعه وفيه غيرك بيصنعه رقم اتنين فيه سياسة تدخل في الأمور رقم تلاتة انت مش هتسمع الكلام في حاجات ولا هتسمع الكلام في حاجات فكل ده كل ده تقدر انت تتخطى وتقدر تعمل توزنات وهقول لحضرك حاجة تانية سيادة الرئيس مرة قال كلمتين ودايما كان بيكررهم يقولك احنا بنتعامل مع الناس ومع العالم بشرف في وقت قال لي فيه الشرف هو ايه المعنى من الكلام ده لما الرئيس يقول احنا في الحرب الروسية الاوكرانية لسه ايه للكلام ده من ايام ما كناش سبب ولا كنا طرف وما كناش طرف في هذا الصراع فيه ناس تسأل يقولك يعني ايه واحنا كنا طرف ازاي احنا مال نومان روسيا واوكرانيا مين قال ان كل دول العالم بتصنف انت مع مين من الاتجاهين فانا كمصر لما انقى بنفسي ودني دولة بحترم تاريخي وبصعوبة شديدة جدا هل ده هيخلي مؤسسات التقييم العالمي وفيتشو موزو كاقتصادي بق هتقيمني بما يستحق لا طبعا عندهم مجندات سياسية طبعا المقالات اللي بتطلع في الفورين بوليسي كلها مقالات اما منقعد نقرأها ونحللها متعارضة مع بعضها الناس دي كانت في وقت من الاوقات تشيد بالسياسات الاقتصادية المصر وفي اوقات كانت بتتكلم على ان مصر تشهد بناء جمهورية جديدة وكانوا بيكرروا هذا المصطلح لما انت يختلف معاك سياسيا لأسباب انت بتحافظ على كلمتك انك لا تتدخل في شأن دولة اخرى انت بتطالب بتحقيق القانون الدولي بان كل دولة وشأنها وبننصح بالتهدئة وده حصل في مؤتمر شرم الشيخ كل زعماء العالم لما يجوا على ارض مصر والرئيس يتكلم قدامهم ويناشد العالم بان احنا نبدأ نحكم ونحكم ضميرنا علشان شعوبنا ما هو ده اللي كان يقوله صحيح قال شعوبنا اللي هتتأثر فيه ازمة غزاء جاية في العالم فيه ازمة غزاء احنا عادينا هون نهاردة فيه ازمة كبيرة في الغزاء جاية على العالم كله انا كمصر نتيجة نتيجة ان انا النهاردة اكبر اتنين بينتجوا حبوب في العالم روسيا واوكرانيا لما الحرب طولت الناس فاهمة هل المزرعات والزرعات الضرة والقمح والنباتات اللي بتجيب الزيت هل دي هتتشتغل لوحدها كده يعني شعوب بتحارب ومهجرة من بلادها خلاص فيه مزارع بالكلية ما تزرعتش الانتاج المرة اللي فاتك كان موجود وكانت مشكلتنا ما شافين سلسل امداد نطلع سلسل امداد نطلع المرة ما فيش انتاج الشعب الروسي اللي معظم شبابه دخل في التجنيد ودخل لهذه المعركة فيه مساحات كتيرة بدأت تقل من المزروع اوكرانيا دولة مهددة من كل جوانب اذا اللي هيسد الفراغ ده دول اخرى الدول اخرى ما تقدرش تدين الكميات دي طيب تأثيرات تغير المناخ دي بقى معادي تغير المناخ بالفعل والامم المتحدة بتحذر حصل ضربة جفاف اوروبا ودولة في امريكا دولة في امريكا حرارة وارتفاع الحرارة في دول حرائق في الدول النهاردة بيحذروا ناس في كندا يسيبوا مقاطعات ويبعدوا علشان الغابات والحرائق هتدخل على البيوت اذا عندي مشكلة تغير المناخ مشكلة كبيرة والامم المتحدة بتتكلم عنها جمعها الحرب الروسية الاوكرانية اذا في ازمة جاية في الغذاء نيجي احنا كدولة زي مصر نلاقي فخامة الرئيس بيجتمع اجتماعات دورية بس الناس ما بتاخدش بالها وتربط مع وزير الزراعة مع دولة رئيس الوزراء مع المسؤولين عن ملف مستقبل مصر بيت الوطن دلتا الجديدة دلتا الجديدة تشكى لوعينات عشان نزود المساحة المنزرعة تلاتة مليون واعتقد ان احنا عايزين نقل الفجوة بتاعت يعني كل دولة الجافلة روح روح حب بلدي دي انا عايز الناس من بكرة النهاردة السكر انا عارف انه في ازمة عالمية في السكر واسعاره مرشحة للارتفاع وانا بنتج تسعين في المئة من الاحتياجي طب مقلف استهلك شوي الشعوب اللي عندها الثقافة وعندها العلم انها تقدر توقف جنب بلدها هتعود عليها هي كمان بالنفع الامح اللي بستهلك عشرين مليون طن بنتج النهاردة عشرة حداشر وبستورد تسعة هل ما اقدرش ارشد شوية الكهرباء وازمة الكهرباء هل ما اقدرش ارشد لا اقدر انا لو معايا اللي اقدر ادفعه فيه تلاتة المواطن تلات اصناف لو انت حراج دخلت بيتك ولقيت كل الانوار شغالة وكل التكيف شغال قدامك تلات حلول يا هتقفل ده لان ما عندكش القدرة المادية انك تدفعه يا هتقفل ده لانك خايف على فلوسك اللي في جيبك التالت بقى وده الرشيد هيقفل ده لانه عارف انه بيهدر من اموال البلد دي وبيأثر على البلد دي خايف على بلد وقبل ما يكون خايف على نفسه بس لانه في النهاية هو عارف ان سعر الكهرباء اللي دي الدولة مديهالي ارخص من تمنها اذا الدولة بتدعمها طب بتدعمها منين بتدعمها من ميزانية الدولة اللي هتسبب لي عجز ما هقدرش اعمل صحة ما اعملش مستشفى ما اعملش تعليم يطلع حد بقى من اللي عايزين ينزروا على البلد دي ويقول لك اللي اهتمام بالتعليم والصحة ما دي فلوس ما ده اقتصاد ما اعايز ارقام محددة اعمل بها ده مش هتطور غير بفلوس ولما نطور وناخده بكروض نرجع نقول ليه اقتراضنا وليه الاولويات ما هي يعني نعمل ده ولا ما نعملوش ما برضو حاجة تحير اللي يفكر في الموضوع بشكل كلي لأ احنا عملنا اشياء محترمة جدا يجب البناء عليها انا النهار ده بقول وفي الحوار الوطني قولنا الكلام ده المخرجات الحوار الوطني فيما يخص الاقتصاد والناس حلوة ومش الاقتصاد الكل الناس لن تأكل مؤشرات اهمية المؤشرات وانا مؤمن تماما زيك وزي المجموعة المختصة بالمؤشرات واهميتها عالميا اللي انه في النهاية المواطن اللي بابلني في الشارع بيسألني من شاقول له قصوا نسبة النمو ونسبة البطالة والخطيات المركزي المفروض انا بشرح له بس هو دلوقتي بيسأل عن ما يخص حياته اليومية نقول له ايه من مخرجات الحوار الوطني نقول له ايه نقول له ان حضرتك في لجنة زي لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي واحنا شغالين الحكومة راح تواخدها في المجلس الاعلى لستثمار 22 قرار طب ل22 قرار دول ايه تأثيرهم على حياة المواطن العادي تأثيرهم ان هيجي مستثمر جديد او مستثمر قائم هيبدأ يكبر في استثماره يبقى خلق فرصة عمل لابني وخلق فرصة عمل بمرتب محترق رقم اتنين لما في مصانع النهاردة بدأت تشتغل كانت متوقفة بعد ما عملنا المصالحات لكل المصانع تسهيل اجراءات الترخيص السجل الصناعي هيحصل ان كل المصانع دي هتنتج منتج يا كنا بنستورده يا كنا بنقدر نصنعه يبقى اذا في عندي مخرجات للحوار الوطني بتسمع في حياة المواطن بشكل مباشر منها النهاردة لما يبقى تأسيس الشركة النهاردة باقل رسوم لما المشروعات الصغيرة المتوسطة نعمل لها قرار ان شاء الله يصدق عليه سيادة الرئيس ويتنفذ ان الشركات الكبرى تاخد نسبة من العائد بتاعها وتروح للشركات الصغيرة المتوسطة بفوائد قليلة جدا ارتفاع تكلفة الفلوس في العالم كله والاموال ارتفعت جدا في مصر النهاردة انت مازلت عندك شاب عايز يعمل مصنع والكلام ده لازم الناس تعرفوا الناس مش واخدة بالها يقدر ياخد قرد بخمسة في المية خمسة في المية ده رقم على الجنيه مش موجود في الدنيا دي مبادرة البنك المركزي دي؟ دي مبادرة النهاردة بقت مبادرة الدولة المصرية مين اللي يعني حلو كلامك انا معاك دلوقتي المواطن سين اللي معنا في السود ده عايز يروح بكرة يعمل الخصة دي يعمل ايه؟ يطلع على البنوك يا فند المصري البنك الاهلي وبنك مصر هيروح يقولهم ايه؟ انا عايز مبادرة الصناعة هيقولوله دراسة الجدوى مع حضرتك والبطاقة الشخصية هيقدم لتنين هيتصرف له مبادرة الخمسة في المية طب هتقولي الحوار الوطني فين هنا احنا فيه توجيه وتوصية بيتقول ايه؟ الدراسة الاقتمانية بتقول كده البنك المركزي يصدر تعليماته لكل البنوك التجارية الدراسة الاقتمانية للمشروعات وخصوصا الصغيرة المتوسطة لا تتعدى 45 يوم عمل دي لو تصدق عليها من سيادة الرئيس وراحت حلتلك مشكلة في المجتمع غريبة جدا طب معلش وانت في الحوار الوطني وشغال يعني ما اعرف وتقابلني قبل كده عندي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنهية وعندي ريادة الاعمال وعندي مبادرة البنك المركزي او مبادرة الدولة زي ما احنا قلت عشان المشروعات بالزبط مين بيعمل ايه ومين فين وارح ازاي والبنوك يعني الشباب اللي عايز يروح معندوش الصخافة بتاعتك انه يعرف البنك انا بروح البنك باباتاي طي ده كلام محترب لان فعلا مش كل الناس عندها الوعي التعامل مع البنوك ومش عندها الامكانية بعندها محاسبين بيشتغلوا مع البنك اقول لحضرك حاجة احنا فيه في التوصيات هتتعمل منصة المنصة دي عليها كل الخدمات اللي المستثمر الصغير ومتناهي الصغر والكبير وسيادتك واي حد في مصر يدخل قلنا كده تحديدا عايز اعمل كذا الصبح حضرتك وانت راجع النهاردة قلت انا عايز بكرة اعمل سجل لتجاري عايز اقس الشرك تسأل كام واحد في التليفون تاني قلنا كل القوانين المنظمة والبروسيس خطوات التنفيذ هتبقى موجودة على الويب سايت واضحة مفثرة ولها خطوات تنفيذية ثانيا المنصة تفاعلية يعني حضرتك تقدر تدخل تطلب المحاسة مع احد ممثلي خدمة العملاء هنتعامل وكأننا شركة بتقدم خدمة خاصة البنوك هنا كلها موجودة على هذه المنصة اللي بتقدم خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دكتور سمير حلو كلام كواس جدا ان البنوك هتقدم وتشرح للناس وتقول يا جماعة يا شباب اللي عايزين تعملوا مشروعات تعلو خدوا قروض بفايدة 5% عشان الدولة عايزة تنشط صناعه حلو جدا هل البنوك والقطاع المصرفي عندي انا بكلم بممتال وضوح وصراحة قادرة على النية تخترق كل الحواجز للروتين والبيروقراطية وغيره توصل للأطراف والأسقاع والريف وغيره تكلم مع الناس اللي عايز يجيب جم حسين واللي عايز يجيب مش عارف ايه واللي عايز يجيب جم حولي هل تقدر تكلم ولا احنا ما عندناش الناس اللي تعرف تتفاهم وتتكلم بلغة بسيطة ومقنعة كأدوات ومنتجات مصرفية للناس الغلابة والدليل على كلامي وصحته انه الولاد اللي هم بتوع تصديف الاموال والمصريحين بيخش يخلي الناس تبيع اللي وراه اللي قدامها وياخد فلس وقياه ربا المصريح واللي تصديف الاموال والنصاب وغيره في غيبة المنتجات المصرفية صح ايه الحكاية صح هو اصلا لقى فرصة من غياب هزي المنتجات المصرفية الحكاية هنا انه كان الموظف اللي في البنك حضرتك هو مستني العميل يجيله ورقه مكله تمام يقدم طلب ويتقلد رس الجدوى دي محتاجين لها تحديث يروح تاني المكتب ويحدث فالناس بتزهق محدش قادر يشتغل على ده احنا قلنا التوصية واضحة اللي هيجي تقدم للبنك هو مجرد يجي مرة واحدة البنك هنا كل البنوك تاخد تعليمات يعينه ناس بتشتغل للنوعية دي من الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات القانون 152 فيه حوافز كتير جدا غير مفعلة تفعيلها ده الحوار الوطني بينص على ده تفعيل الحوافز اللي في قانونين 72 لسنة 19 قانون الاستثمار و 152 لسنة 20 جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغيرة طب تفعيلها ده دور مين دور الدولة دور الحكومة المصرية كلها بتبقى بتتابع كلهم فيما يخصه البنك المركزي وايضا منظمات المجتمع المدني هنا بنحيي القانون اللي صدر للتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي ونص في هذا القانون وده هيتفعل يمكن شهور ونلاقيه على الارض انه هيبدأ يتعامل من خلال الجمعيات ودي منتشرة في كل الريف المصري وليها فروع تبدأ تتعامل مع الشباب دول تبدأ تقوله تعالى عايز تعمل مشروع عايز تجيب بقرتين عايز تعمل مشروع صغير تعالى للجمعية الجمعية بقى عندها القدرة تدخل في هذا المجال ما كانش الأول من حقها بتشتغل عمل أهلي فقط النهاردة تنموي ادها الفرصة دي فده قانونه صدر من المجلس النواب صدق عليه سيادة الرئيس صحيح يبقى الفترة الجاية اللي أنا عايز أقوله إيه هنشهد التغيير عايزين يبقى عندنا أمل أنا عايز اللي بسمعنا النهاردة يا جماعة أهم حاجة في الدنيا طول ما أنا عندي أمل في بكرة هنشتغل طول ما احنا شايفين الضوء بتاعنا والنور احنا عندنا بناء محترم تم يجب إكماله أنا لو حضرتك بنيت لأولادك أجمل مبنى في الدنيا وهم مش وثقين فيي وما جيوش يساعدوني في إعمار هذا المبنى ويكملوا عايزين الناس يشتغل عايز الشباب أقول لحضرتك حاجة المنصة بتاعة الحوار الوطن ما احنا بنستقبل عليها كل الكلام اللي يتكتب شرقا وغربا وطلبنا من الناس القائمين عليها ما تحزفوش أي تعليق لو حد هيشتمنى سيبوه عايزين نشوفه بدأ الشباب يقولوا بنشكركم احنا ما كناش نعرف ان ده بيتم ما كناش نعرف انهائية الاستثمار عندها وحدة اسمها فض منازعات الاستثمار احنا عندنا حاجات قيمة جدا الترويج لها في نقص الترويج عن مصر كمنافذة ووجهة استثمارية مش كافي من ضمن التوصيات وقول لحراك حاجة مهمة جدا قطاع كبير في مصر اسمه قطاع التعدين الثروة المعدنية عملنا ايه احنا في اللجنة السمار خاص درسنا الموضوع ده من ايتوزي وكلمنا رئيس الهيئة وكلمنا المسئولين وقطاع البترول والخبراء وخبراء التعدين والجيولوجيين واسادة الجامعات لقينا ان نلازم الهيئة المسئولة عن هذا القطاع الهيئة العامة للثروة المعدنية تتغير بالكلية وتبقى هاي اقتصادية ليه؟ يبقى عندها المرونة تقدر تتعامل مع المستثمر تقدر تطرح استكشافات لهذه المعادن على مستثمر اجنبي ما يدخلش بقى في القانون والمزايدة والخدمة المدنية وما يشوب ده من بيروكراطية لا فيه فيه والخير جاي والبلد دي قادرة يا رب وحنا قصقين جدا انا مشخولك جدا الدكتور السامير صبري على هذه الاطلالة السريعة ولازم نتقابل تاني ان شاء الله عايزين نفكك الأمور كثيرة يعني كويس ان احنا مش عاديين بس نتكلم نص ساعة مع بعض عشان نعمل برنامج والناس يشوفنا وصحابنا يشوفونا والناس المشاهدين لا احنا عايزين نتكلم المواطن الشاب اللي بدور على وظيفة بدور على شغل عايز يعمل مشروع عايز يعمل ورشة نجارة عايز يعمل ورشة حدادة عايز يعمل ورشة خراطة عايز يعمل حاجة زراعية عايز يعمل صوبة زراعية يعني فقط ممكن كل احلام عايز يعمل صوبة زراعية يعمل ايه الراجل يعمل ايه فاحنا عايزين احنا نرد على هذه التساؤلات والاعلام هو الوسيلة اللي رد من خلالها والحكومة ترد من خلالها لكن يعني ما لا يدركوا يدركوا وحنا بنفتح المجال ونقول يا ريت المسؤول عن اي مشروع من هذين المشروعات اللي بتساعد الشباب يطلع ويتكلم ويجي ويقول للشباب وينزل للشباب ونعمل تحرك لانه من غير ما نسمع الناس عايزين ايه احنا مش نعمل القوانين عظيمة جدا لكنها ترقد في فتنة بين دفتيك كتاب اعدى مسترياحة شكرا جدا دكتور سمين الشرطيني ودائما يا رب على خير شكرا الكرام انتهى وقتي نلتقي ودا دم دم فيه من الله شكرا للمشاهدة